مرحبا مشاهدينا الكرام مشاهدي سلط بيروت انترناشنل وبيرو سيتي على الفيسبوك نحن معكم مباشرة من السوق التجاري في ميديا سيدي فعليا الدولار اليوم اه مثل اسونسر بيطلع بينزاج فوصل لحدود الاربعة سجل بحدود تسعة وستين الف طبعا هيدا هيدا اللعب بسعر صرف الدولار طبعا بيأثر سلبا على حركة الاسواء بيأثر سلبا على التجاري طبعا يعني مثل ما شفنا انه اه هيدا هيدا اللعب بالتسعيرة بتأدي لعدة كبير من الاشخاص اللي بعضهم عم يسعروا على الليرة الليبنانية انه اه يعاقي يعلوا السعر او يضطروا يسعروا على السعر على خوفا من فئدان او خوفا من لحظة و لحظة تفقد العملة الوطنية اميتها اكتر واكتر خلينا نبلش مع البساطي يعطيك العافية انت بريح راسك مسعروا الدولار يعني مسعر بالدولار بس في القطع كمان حرام يعني يعني كان بس ندول باربعين كن بدو بيال بكسب اربعين تبال بكسب اربعين تبال بكسب خمس سابين سابين الف حرام مسعر على البناني بعض الكبار لا دولار دولار ما فيك سعر غالله لبناني خسارة كيف يعطيك اخسارة؟ اخسار يعني انت مجمع لبناني عالفاضة بطلع بس اذا التاج بدو منح بتعاد دولار بدلع بتعادوا لابقرة الصبع عالفاضة عرفتالي كيه؟ لا فايا غينسى خلاص صارة صارة يعني لابس اسود باسود عالد دولار تجار اليوم انتو يعني خلاص صعر اخسارة؟ عاشي كنسعر والدولار اخسارة صعر لا اخسارة بس هو فيه شغلة للناس مش بده هلا البسطات لهيه التعاونيات الكبيرة لهيه ما عم ترحم العالم لو هي الاساس بالسعر بالدولار عرفتاليه على ايم السعر الصرف لانقوله على الابليكاش لو يوم السبعين بكرة ستين بعدو خمسين ان شاء الله و سين المية عالد دولار بس معلم هلا الدولار السبعين بسعره عالثمانين هنه بيحموا حيلاً لو بيضلوا مسعرين عالد دولار انت على الابليكاش بتعطيه يعني مثلا هلا بس اقوله هلا جيبني صلت بسببين الف المنقوشة عرفتاليه كيه هلا نزل الدولار بتضل بسبعين عبالله بشكل عام يعني فهمتاليه كيف خييه لو كل المصالع هلا عب هكي انا مشي مزغر يعني هلا انا عاطب دولار هلا ينزل الدولار الف وخمسة عاب عليه اسمب بيو الف وخمسة دولار عرفتاليه كيه لانه بدفع للتاجر انا شو دولار بس لو التعاونيات لو هن المهل اللي بتعطيه بالدولار معلم نزل عدد تعطيه بالدولار هدا هو الاصول خييه عرفتاليه كيه الا من رحم ربي يعني بس حلام ما عم يرحم هدا عبالله اخو المزبوطين يعني عبدك بس عبدال عبدالصرع والعربي مشو بمال يوم مشو بمائي نعم مشو بمائي لانه عن جد وانا خديك براجة بيت عنين بجيب بطاعة من شورية بجيب براجة كريبي عجبي وهيدا انا عم بيع بفشارة انا عم بيع بفشارة عن جد يعني هلا واناك علبت الكعك مثلا عم باقيك بس شورية وما سواقف عليك 25000 يرسورة على اللبنانة يعني 150000 لبنانة معاني كنت بيعه 130000 هلا بتروح ازيبها 150000 و160000 يعني نحنا عم نبيع عنا بباعة كتير مش مستان ناكل والله والله العظيم كان لك سارة والتجار ما عم ترحم زي ما قالك بقاعه بشكل عام بشكل عام كله ما مترحم يعني واناك ساعره بالدلار خلاص ما يا خي واناك ما متوفر نحنا عم نبيع بس مستان ناكل ونشرب ها لاناك ما عندباعة كتير يعني واناك انا بجين باواتك جاية وانا معاك سارة سارة بقلص تاريكم انت بعدان خسرين خسرين على رأي عاد الامام قال يانا عيشت عيشت الفل يا مطلحة الكال وانتهت قال هل العرب ملك سيدا فا اذا يعني طبعا طبعا يعني متل ما ذكرنا انو الاسعار تختلف من مكان الاخر حتى يمكن عم يطر اوات مطاعم مرحبا قدى اليوم طلعت على الدولار ولا بعدها قدى اليوم عم مئة وتسعين ومئة واربعين مئة وتسعين لكبيرة يعني دوران ونص قريبا فا اذا ايضا كبان محلات الاكلية طبيعة الحال ارخص من برا ارخص من برا يعني اليوم كتجار بسوق التجارة هل نحكي شوية ازمة الدولار اليوم هالارتفاع والمخفاض اللي بصير فجأة كيف بأسر سببا عليكم كيف بأسر علينا طبعا طبعا انا اضعتنا بالدولار يعني كنا قبل بس تركيا بس تروح على تركيا تشتر بالدولار وهون شكات اذا تتذكر قبل تعطيه شيك مأجل شيك كذا للسوق الجملي هون طب هلا بعد اول ما بلش القصة هذا الشيك صار ورقة ماشر ايما ما عاش حدا يبسو صبر عفوا لكلمتي مع احترام يعني خلق طب هون شو دفت عمل انت وفوق هول كل ذلك صارو تجارة لبنانية بدون دولار كمان تجارة لبنانية لو اصغر تاجر بدون دولار تجارة لبنانية تجارة لبنانية تجارة لبنانية لبنانية تجارة لبنانية وصل إلى المليونان بنزويلا الدولار أضرب مننا وصل إلى المليونان بس شو عمله عطوا العمال بالدولار لازم العمال تعطي دولار فلما العامل عم ياخد دولار وعم يشتي دولار عرفت كيف فهون انحلت بس نحنا للأسف متل ما بلشنا يعني منختم انه كل شي عم يطلع على الدولار إلا جايبت المواطنة من لبنانة احد المواطنين عم يسأل عن البصل انطبنه يعطيك العافية صحتان شوال عالسري ما عندك بصل ليه؟ البصل لا شو كان بالأول يقولوله الواحد كل بصل لا هي عم يقول البصل بقوله كلك ما بتسوع الشوط بصلي ما اللي قصرت البصلة يحس منه شو انت كتاجر يوم خدرة شو وضع البصل؟ البصل كله لبرة على العراق وعننا التاجر اللبناني ما بهمو مين بيحترق مين ما بيحترق ما اخر همو مهمو جمع دولاراتو يطامع عائلته اما غير هيك ما الى حل لانو البصل عنا موجود متوافر طول عمر متوافر هزاد عنا نفرين ثلاثة انو نقطع البصل عنا لا لستار التاجر اللبناني بقولك انا بدل ببيع للبناني ويعلل لقلبي ويمرض لقلبي والعمل اللبناني ما الى قيمي ببيع بالدولار للعراقي ويبقى بطحق البصل كاشو بدلني رايق ودولارك ما شو الله عنه متل العفريط سيعة طالع سيعة نازل لا لا مش بلا سنسال هيدا باستر الموجودين بلبنان عمي كما هو السبي مثل شو بقولك القط مين بحب؟ مين؟ القط بحب خنائهم اه طبعا القط مين بحب خنائهم صح؟ يعني عبوا بكلمتي رياض سلامي هلي هل هو الرجل الوحيد اللي بلبنان كله اللي عم بحرك الدولار؟ طب ما بيه العصابات كله اللي حاوله وحواليه كلهم ما شو الله عنهم ما بيقدر يحكموا لانهم كلهم شركة بنفس التجارة عمي والدولار عم يطلعوا بينزل طبعا مش بلا وحده عم يطلعوا ينزل رياض سلامي ضب زعرانه وهالعصابات اللي حططة بالشوارع الليه المافيات الكبيرة استيعبوا قل لك القانون كماشنا فلان وكماشنا عالتان القاضي عوائدات او مش القاضي عوائدات اللي هو مثل مقضية مربع بيرون يعني قادر يطلع العالم وينزل العالم والبيطاري يقول له لا هيدا ما تطلعوا هيدا ما تنزلوا ومش عضريني اتنان يجي عملوا مذكر التوقيف بحق مين عم يطلع الدولارات وينزلها واللي هول على راسهم ريشي وانا محمود الشمية من صيدها حتى بس ما واحد بديغلط بالعنوان يعرف وان عنواني يعطيك الفعافي يعطيك الفعافي كذا رح نكمل جولتنا بالسوق التجاري نشوف المواطنين فإذا متل ما ذكرنا قاعدنا ارتفاع الدولار عم بيأسر على كل الكطاعات ليس فيما كطاعات الاكل طبعا متل ما ذكرنا ايضا متل ما نشوف الحركة هي جدا خفيخة بالسوق هاتنا نسأل العام عن البصل لعالم عم تسأل وين البصل ليه ما في بصل اليوم عالبساط بصل شايف حالو شايف حالو كلو عم بتسدر لبرا عراق بالدولار عم بيقبضوا بس هلا جاي من مصر بصل قدي ارخص من المواطنين اكي هلا بدو ينزل ساعره بصير بس عنا احنا البلد اللي عنا اطيب من المصري طبعا اطيب واحسن بس عنا تجار يا خي احببين دولارات شكرا الله شكرا الله هنكمل زولتنا خلنا نشوف ايضا يعني هو اصحاب العربات كيف عم بيه مرحبا كيف عم تقدر تسعر على الدولار يعني الدولاري بيطلع بينزل عندك عربي كيف تسعر إذا بدي الزبون بدي يعطيني بالدولار ليمشي الحالة ما عم بقدر سعر شي يعني أنا عم بيع من هون فكر حالة عم بربع عمرو بشتري عم بغصة يعني اليوم الدولار لعبة الدولار انت بتطلع خسران يا هاي حظ يا بتطلع خسران يا بتطلع راس براس ما عش فيك تعمل شي شكرا الله لك سؤال على السريع اليوم الدولار عم يطلع وبينزل كيف عم تلاقي الأسعار يعني الوضع بصراحة شي كتير يعني مش محمول وأنا دائما بقول الله يعين الناس اللي بعدها بتقبض على القديم أو حتى إذا زاد مية إنه صار مليون أو مليونين إنه شو حيعمل يعني إنه إحنا إنه كتر خير الله إنه ماشي الحال بس في عالم بعدنا بنفكر إنه كيف عم يدفعوا أجار البيت أو مثلا إذا أجار بيت وبدون يكلوا أو اليوم الدولار وصل للأربع الفضعية ورجع نزيل يعني بصراحة ومنو كومنت شكرا شكرا شكرا